بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تتحول إلى دولة عظمى أو دولة قوية في المنطقة وهذا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء وسائل إعلام أوروبية تقول خطوة بولندا في شراء بيرقدارت بي 2 تؤكد قوة تركيا العظمى في مجال التسليح ومن جهته أردغان يقول كافة مظلوم العالم يترقبون نهوض تركيا القوية لمتابعة تركيا القوية تركيا العظمى تركيا التي يتطلع إليها العالم ومظلوم العالم أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد متابعين الأعزاء أردغان يقول كافة مظلوم العالم يترقبون نهوض تركيا القوية جاء ذلك الجمعة في كلمة خلال مشاركته في افتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول وقال الرئيس أردغان إن كافة مظلوم العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية وفق وكالة الأناظول وأضاف فلسطين تنتظرنا إنها بانتظارنا مع صراخات كافة هؤلاء الأطفال الصغار وتطرق الرئيس أردغان إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد الخميس برئاسة الرئيس الدوري للجمعية الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو وأشار إلى أن جويش أغلو شرح خلال الاجتماع كيف أن أراضي فلسطين تقلصت إلى ما هو عليه الآن بفعل الاحتلال التوسعي لدولة الإرهاب الإسرائيلية منذ عام 47 وأكد أن تركيا لن تتوقف عن تسليط الضوء على هذا الأمر في مختلف المحافل عبر الخرائط كي يعرف العالم حقيقة إسرائيل وأرضه يجب على العالم أجمع أن يدرك من هي إسرائيل هذه الدولة الإرهابية كما توجه أردغان في خطابه للشباب على وجه الخصوص داعيا إياهم إلى فهم وإدراك طبيعة إسرائيل بشكل جيد للغاية نتابع أيضا وسائل الإعلام أوروبية تتحدث عن تركيا العظمى تركيا القوية التي تحدث عنها أردغان حيث جاء في هذا الخبر خطوة بولندا في الشراء بيرقدار تي بي 2 تؤكد قوة تركيا العظمى في مجال التسليح لأنك ما لم تكن قويا لن تستطيع أن تفاوض أو أن تحاور أو أن تفرض معادلة للردع هنا أو هناك اهتمام واسع في وسائل الإعلام الأوروبية أثاره وزير الدفاع البولندي بعد نشره صورة للمسيارة تركيا بيرقدار تي بي 2 مرفقة بمنشور أخبار سر قريبا ترقبوا حيث ذكر موقع اتشو 24 الإخباري التشيكي أن شراء بولندا أسلحة من تركيا هو خطوة منطقية مؤكدا أن تركيا أصبحت قوة عظمى في مجال التسليح نشر وزير الدفاع البولندي على حسابه الرسمي في موقع تويتر صورة للمسيارة تركيا بيرقدار تي بي 2 وقال بلتششاك في تغريدته هناك أخبار سر قريبا ترقبوا وعاقب هذه التغريدة أعلن الرئيس البولندي أندري دودا أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل وبدورها أكدت وسائل الإعلام البولندية أن الإجراءات اللازمة لشراء بولندا الطائرة المسيرة بيرقدار تي بي 2 من تركيا يمكن توقيعها خلال هذه الزيارة وفي السياق المتصل أثارت خطوة شراء المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 من جانب بولندا اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية ونشر الموقع الإخبار التشيكي تقريرا مطولا بعنوان من المحتمل أن تشتري بولندا طائرات حربية من تركيا ويقول التقرير الذي استند إلى أراء المحل العسكري لوكاس في سنجر يبدو أن بولندا تتخذ خطوة مفاجئة ومن المحتمل أنها ستقوم بشراء طائرة بدون طيار من تركيا حيث نشر وزير الدفاع البولندي هذا على حسابه على تويتر وأشار التقرير إلى أن بولندا تعتبر روسيا أكبر تهديد رئيسي لها لذلك تقوم بخطوة منطقية عبر شراءها الطائرة المسيرة التركية وتابعنا جميعا كيف أن الطائرات المسيرة التركية في ليبيا وفي كرباغ وفي سوريا كيف عصفت بالأسلحة الروسية وخاصة أسلحة الدفاع الجوي ولفت التقرير إلى أن تركيا تؤكد دورها كقوى عظمى في مجال التسليح ومن المتوقع أن يزداد عدد الدول التي ستشتري الأسلحة التركية وتابع التقرير النموذج الموجود في الصورة التي نشرها وزير الدفاع البولندي له تصميم تركي من حيث شكل الجسم والجناح ويحمل النموذج أيضا أربعة صواريخ تحت جسم الطائرة صاروخان أخف وزنا في الخارج وصاروخان أثقل في الداخل ووفقا للمعلومات المنشورة في مارس 2018 من قبل نائب وزير الدفاع البولندي في اجتماع اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني سيشمل برنامج بولندا تسليم ستة أنظمة بين عامي 2020 و2022 ويمكن شراء ستة أنظمة أخرى في المستقبل والجدير ذكره أن هناك مطالب كثيرة من بلدان عديدة حول العالم فيما يتعلق بشراء مسيرات وأسلحة تركية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الطائرات المسيرة التركية في قلب موازين القوى في مناطق الصراع ولسيما في حرب كرباغ وليبيا بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الموضوع المهم والحديث الذي جاء على لسان أردوغان أن كافة مظلوم العالم يترقبون نهوض تركيا أردوغان الذي تحدث صراحة عن ضرورة مساعدة فلسطين عسكريا واقتصاديا وسياسيا وضرورة أن يكون هناك قوة تحمل فلسطينيين العالم الإسلامي في حاجة بالفعل إلى من يحميه المظلومين في حاجة حقيقية إلى مظلة إسلامية حقيقية إلى قيادة إسلامية حقيقية لا شك أن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الفلسطيني وكيف أنها أعطته دروسا لا يمكن لها أن ينساها لا شك أن العالم الإسلامي يتقدم خطوات وينهض من رقاد وينهض من سبات ولا شك أن صيحات أردغان ونداءات أردغان وصواريخ المقاومة ورشقاتها كل هذه الأمور تأتي في ظلمة الليل الحالكة قبل ميلاد فجر إسلامي جديد أردغان وتركيا والمقاومة في فلسطين نقاط مضيئة في وسط هذا الليل البهيم الذي ضرب العالم الإسلامي منذ سقوط الخلافة العثمانية قبل مئة عام العالم الإسلامي يعود إلى التاريخ من جديد في القرن الحادي والعشرين لكي يسجل واقعا جديدا على ظهر هذه الأرض نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ تركيا والرئيس رجب طيب أردغان وأن يوفق العالم الإسلامي في العودة من جديد والنهضة من جديد أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته